السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دير فيوورز اوف طاهر منصور حبيبنا مشاهدين قناة طاهر منصور على يوتيوب النهاردة معنا درس او موضوع مهم جدا هو طبعا موضوع الساعة The spread of the coronavirus انتشار فيروس كورونا طبعا الموضوع اللي معنا النهاردة احنا بنتضرب عليه كأسي او بارغراف كأسي او بارغراف لجميع الصفوف اولة او تانية او تالتة طبعا الموضوع اللي معنا احنا جايبينه من كتاب شكرا جدا كتاب بنشكره على الجهد المبزول والموضوع جميل جدا لما قريته عجبني جدا وحبيت اناقشه معاكم بحيث ان احنا عايزين نتضرب على الموضوع زي ما هو تعالوا كده نبدأ عشان ما نضيعش وقتنا ازاي نكتب بارغراف او سي عن the spread of the coronavirus هنبدأ طبعا زي ما اتفعنا في فيديوز قبل كده ان احنا لازم نعمل للموضوع لازم تعمل مقدمة كويسة وتقول فيها ايه هو الموضوع اللي انت بتتكلم عنه وبعد كده بنشوف البادي او نتناقش القصة كلها او الموضوع كله وفي الاخر نتناقش طيب الموضوع بقول ان للأسف كورونا فيروس ده بيتنقل ما بين الناس والحيوانات common signs of infection الاشكال او علامات العدوى العادية او الشائعة include respiratory symptoms يعني بتتضمن اعراض تنفسي زي ايه fever cough and breathing difficulties بقول الحمى والكحة وصعوبات في التنفس in more severe cases في الحالات الاكثر خطورة او الاكثر حدة infection can cause kidney failure and even death بقول ان في الحالات الاكثر حدة العدوى يمكن ان تسبب فشل كلوي او الموت حافظنا الله اياكم the antiviral drugs we have against flu will not work للأسف المضادات اللي احنا بنستخدمها للامراض اللي احنا عرفينها لن تعمل او مش هتبقى كفئ recovery depends on the strength of the immune system الشفاء بيعتمد على كفاءة الجهاز المناعة many of those who have died who were already imported معظم اللي هؤلاء الذين نتوفهم بالفعل كان عندهم فعلا مشاكل في السحة او كان عند صحتهم ضيفة recommendations to prevent infection ان التوصيات علشان نمنع العدوى او انتشار العدوى include regular hand washing regular hand washing covering mouth and nose even coughing when coughing and sneezing cooking meat avoiding close contact with anyone coughing and sneezing تجنب التواصل المباشر بيقول ان التوصيات لمنع نقل العدوى بين الناس بتتضمن ايه بقى يا فندم regular hand washing covering mouth and nose when coughing and sneezing عند العطس او الكحة cooking meat and eggs well طهو اللحمة و البيض بشكل جيد avoiding close contact تجنب التواصل المباشر او القريب مع اي حد بيعتص او بيقح more data has to be collected to undermine the danger degree of the virus لازم نفيه معلومات اكتر يتم مجمعها علشان نقدر نقدر خطر الفيروس unlike flu there is no fashion for the new current virus للاسف مفيش تطعمات للcoronavirus which means that it's more difficult for people with immune problems to protect themselves وده للاسف معناه انها هيبقى صعبة جدا او اكثر صعوبة على الناس اللي عندها مشكلات في المناعة يحموا نفسهم بيه the world health organization منظمة الصحة العالمية اعلنت the outbreak to be a public health emergency اعلنت او صرحت اني انتشار المرض ده يعني طارقة صحية عامة او عالمية of international concern ولازم يجب الاهتمام بها يكون على مستوى العالم all world experts in conclusion او النهاية all world experts جميع خبراء العالم يجب ان يعملوا معا to find a cure for this fatal virus اللي ايجاب وعلاج لهذا الفيروس القاتل حافظان الله اياكم ربنا يحفظنا اولادنا واولادكم باذن الله تعالى ان شاء الله يا رب يا رب يا رب الفيديو اللي جاي نكون بالناقش حجم او حجب فيروس كورونا او تحكم في فيروس كورونا ان شاء الله تعالى اعملوا اشتراك في قناة طاير منصور عشان يوصلك ان شاء الله كل الجديد كل ما يخص انتحانات اللغة الانجليزية للصفوف الثلاثة او الثلاثة السنوية العامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم طاير منصور شرفت بكم